بسم الله الرحمن الرحيم وإن شاء الله المرة هذه على الأندرويد وأيضاً رح نحله باستخدام الـ Object Oriented فيعني كل التقنيتين رح نستخدمهم السؤال يقول لك أنه مواشر كتلة الجسم الـ BMI هو Body Mass Index هو وسيلة للتحقق بما إذا كان وزنك صحياً يتم حسابه بتقسيم الوزن عفواً هنا سقطت كلمة الوزن يتم حسابه بتقسيم الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر حسب المعادلة التالية هذه المعادلة أطاك إياها صمم تطبيق أندرويد لحساب مواشر كتلة الجسم بحيث أنه يطلب منه مستخدم الطول بالمتر والوزن بالكيلوجرام ويحسب الـ BMI ثم بعد كده بناء عن الجدول هذا يعني يوضح للمستخدم فيما إذا كان وزنه طبيعي أو في نقص بالوزن أو في زيادة أو غيره أول شيء يبغيك تتأكد أنك فاهم السؤال وتذكر السؤال هذا جيداً طبعاً للتوضيح يعني حل حل مثال معين على نفسك طبعاً كيف تحسب الـ BMI أو المواشر كتلة الجسم تأخذ وزنك بالكيلوجرام مثلاً وزنك مثلاً 70 كيلوجرام تأخذ طولك بالمتر مثلاً لو طولك مثلاً 170 سنتي فتقول لنا طولي 1.7 أو 1.7 وبعد كده تقول 70 تقسيم 1.7 تربيع وزينه يطلع لك الرقم بعد كده تأخذ الرقم وتقارنه بالجدول هذا ومنه تعرف الوزن هذا أنت لنطلب منك مستشفى أنك تسوي البرنامج هذا ووقف الفيديو شوي بستكد أنك فهمت البرنامج بعد كده أكمل معناه عشان نشوف طيب أتمنى أنك تكون إن شاء الله حاولت تفهم البرنامج طبعاً البرنامج هنا بالحالة هذه دي أول مرة بنصمم البرنامج على أندرويد دي أول مرة نحل المشكلة على أندرويد سبق أننا شفنا كيف نحل المشاكل قبل باستخدام برامج الكتابية وكننا نركز أكثر على الخورزمية وعلى تحليل المشكلة أكثر الشيء الجديد هنا هو نفس السابق ولكن الشيء الجديد أنه عندنا واجهة رسومية لذلك لابد أن نضع في هنا اعتبار أثناء تحليل البرنامج أنه في واجهة رسومية تحتاج تصميم طبعاً ما عاد فيه input أو output زي أول المدخلات ومخرجات زي أول وإنما المدخلات ومخرجات رح تكون من خلال الواجهة الرسومية فتقدر تعتبر أنه طريقتنا الأولى لما كنا ندرس المدخلات ومخرجات أنه بدلاً منها رح ندرس هنا الواجهة الرسومية طبعاً رح نستخدم تقنية مشهورة جداً أو تكنيك يعني أو طريقة مشهورة يسمونها low-fi أو اللي هي اختصار low-fidelity فينا يسمونها storyboards لها أكثر من اسم storyboards هذه طريقة تستخدم أننا نسوي فيها sketching يعني كذا رسم سريع للواجهات أنا من الفنان والشيء أنا مبرمج أبرسم الواجهة بشكل سريع عشان أوريها زملائي أوريها الكاستمر حقي اللي هو المستشفى هذا اللي يطالب مني أتأكد منه أنه هذا هو اللي يبغاه أعطيه تصور عن كيف البرنامج رح يصير وكيف رح يعمل فهذا بديل للتصور السابق لشيء السابق اللي كنا نسويه في ال-input وال-output فخلنا نسويه بشكل سريع نرسم الواجهة تخيل قدامك هذا الجوال طبعا ستوري بورد والوفاية مفيدة للمبرمج بشكل كبير جدا وليس فقط للكاستمر فأحرص النكتة فهمها لنا سهلة ومفيدة جدا نحن رح نرسم كانوا قدامنا جوال رح نفترضين ونتخيل البرنامج رح يشتغل كالتالي عندي هنا مربع لإظهار الناس مضبوط ومكتوب في الجوال مربع height تمام مكتوب فيه height وعندي مربع ثاني هنا لإظهار الناس ومكتوب جوال مربع هذا wait طبعا مو بلازم تصير يعني مو لازم نصير هذا بالدقة وكل شي لا بس sketching يعني زي sketching هذا الشخص اللي يرسم بالرصاص كده بقلم رصاص شي كده خفيف يعني رسمة خفيفة توضح وليس بالألوان ولا شيء هذي طيب فأنا عندي هذول مربعين بعدين قدام مربع height هذا فيه مربع لتحرير النص يعني مربع لإدخال يعني يدخل فيه المستخدم يدخل فيه المستخدم الطول وعندي هنا مربع ثاني مربع إدخال نص اللي هو edit يسمونه edit text زينا هذي يسمونه edit text النوعية دي وذي يسمونه text books فهذا مربع ثاني عشان يدخل فيه المستخدم الوزن وزنه أنا جاء سأتخيل الحين كيف البرنامج بعد كده عندي هنا زر مضبوط والزر هذا مكتوب علي مثلا calculate calculate يعني احسب تمام فاسم الزر calculate وتحت هنا عندي مربع يظهر نص مضبوط والمربع هذا لظهر الناص بيكون مكتوب فيه حاجة زي كده your بيم اي is تمام طبعا ما عليش والمربع هذا بيكون أكثر من المربع صراحتا بتحتاج هنا مضبوط بتحتاج مربع تكتب فيه كلام ثابت مزين خلينا 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 سهلها ونقولنا هذا مربعي بيكون في تكست مضبوط your bmi is زين وجوه المربع خلونا نكمل المربع هنا وجوه هنا is وبعدين تكتب هنا الرقم الرقم بعدين تكتب هنا هل هو overweight ولا ولا وزن طبيعي الأشياء اللي تبغاها فهذا هنا نكمل فيه على حسب هنا هذا مخرج على حسب المدخلات اللي هنا فعندنا هنا input output فعليا فسليمته الأوتوبيس راح يجينا من واجهة رسومية وليس واجهة كتبية فهذا الآن نسميه sketching أو نسميه low fidelity design أو نسميه storyboard مضبوط للواجهة شيء حاجة ممتازة ومهمة جدا 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 نكتسويها كمبرمج شوف إن شاء الله بعدين نكمل البرنامج نكتفي في الفيديو هذا بالقدر هذا شوف شاء الله بعدين كيف أننا نكمل العمل على البرنامج هذا شكرا للمشاهدة